أهلاً 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 أرسوه أحمد وربما بالتأكيد تابعت انبريح فعالات هذه القمة ما هي أهمية هذه القمة بالنسبة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالتحديد؟ فيما يخص مصر انت بتكلم على عام استثنائي انت بتكلم على ان هذا العام في أغسطس القادم سيشهد الاحتفال بـ 80 عام على العلاقات المصرية الروسية فيما يخص مصر ده تدشين وتأكيد على نجاح السياسة الخارجية المصرية والثوابت بتاعتها في التعامل مع مش القرى الأفريقية بس ولكن المبادئ التي أرثتها في العلاقات الدولية المبادئ المصرية في العلاقات الدولية قائمة على فكرة تحقيق المكسب للجميع قائمة على فكرة الاحتفاظ على مسافة متوازنة ومسافة واضحة بين كل الدول قائمة على فكرة الدفاع عن حق الجنوب وإعلاء صوت الجنوب فيه وحقه العادل في التنمية كل دي مبادئ بترسخها انعقاد النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية القمة الأفريقية الروسية هي كانت أحد نتاج المجهودات الدبلوماسية المصرية اللي كللت بالنجاح وقت رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي وعقدت الدورة الأولى منها عام 2019 في سوتي وده كانت بالرئاسة المصرية الروسية النهاردة هنت في رئاسة دولة جزر الكومر وروسيا لهذه القمة ولكن ده استمرار وتأكيد على نجاح الدولة المصرية في السياسة التي وضعتها من أجل إعادة هيكلة علاقات الاتحاد الأفريقي بكل دول العالم فيما يخص مصر الأزمة في توقيت أو القمة في توقيت تمر به العالم بالعديد من الأزمات من المهم في إطارها التعبير أولا عن الرؤية الأفريقية لهذه الأزمات خاصة في ملفات بعينها ملف الأمن الغذائي ملف أمن الطاقة ملف ما يتعلق بأزمة الميليشيات التي تهدف إلى استقرار أو عدم استقرار بعض الدول الأفريقية ومن ثم قمة في توقيتها مهمة جدا فيما يخص العلاقات المصرية الروسية مباشرة مصر شريك استراتيجي للدولة الروسية احنا موقعين اتفاقية شراكة مع الدولة الروسية داخلت حيز التطبيق عام 2021 وليها مجموعة من الأبعاد ترتكز على إقامة المشروعات التنموية العملاقة أبرزها محطة الضبع النموية أبرزها المنطقة الاقتصادية الروسية في شرق السويس إذن أنت تتحدث عن علاقات تضرب بالتاريخ 80 عام من هذه العلاقات يرسخ هذا التواجد المصري القوي والفعال وهذه الرؤية المصرية الواضحة التي طرحت عبر الجلسات القمة المختلفة حريك تكلمت أن هذه القمة الثانية القمة الأولى كانت في 2019 وفي الوقت كانت مصر بترأس الاتحاد الأفريقي وفي الوقت عكست هذه القمة حقيقة استهداف مصر قد تبزل الكثير من الجهود لأفريقيا تكون مش بس قارة متطورة اقتصاديا لكن كمان هي تقدر تحصل على فرصة عادلة خلييني أقول من التنمية الصناعية والتكنولوجية النهاردة في القمة الثانية إحنا مستنيين إيه خلييني أقول من رئاسة جزر القمر لهذه للاتحاد يعني هو الأمر لا يخرج عن الخط الذي وضعته الدولة المصرية لعمل الاتحاد الأفريقي وفقا لأسس واضحة في إقامة علاقاته مع كافة دول العالم ويمكن الكلمة لرئيس جمهورية جزر القمر عكسة لهذا التوجه أن الدول القارة الأفريقية تحتفظ بعلاقات متوازنة مع كافة دول العالم ليس مع أن تواجد الدول الأفريقية في هذه القمة أنها لا تشارك أو أن ذلك الأمر يمثل انقطاعا في علاقتها مع باقي قواء العالم ولكن هذه فرصة تاريخية من أجل زيادة معدلات التبدل التجاري من أجل البحث في مشروعات التنمية المستدامة المستقبلية وفقا للأجندة الأفريقية عشرين تلاتة وستين هذه كلها أمور ينبغي أن نضعها نصب عيننا ونحن نحلل هذه القمر أفريقيا لديها إشكاليات كبيرة فيما يتعلق بمعدلات التنمية فيما يتعلق بأزمة المناخ فيما يتعلق بأزمة التنظيمات الإرهابية التي تعمل أو تجد مساحات في الدول التي تنهر في القرى الأفريقية والتي تتعرض لإشكاليات حققية ومن ثم أفريقيا لديها أجندة واضحة في التعامل مع هذه الملفات عكستها كثيرا كلمة رئيس جمهورية جودر القمر في هذا الإطار لكن اللي بيهمنا أن الرؤية المصرية نفسها لهذه القمة رؤية مختلفة مصر تنظر إلى هذه القمة باعتبرها فرصة تاريخية فرصة تاريخية لإعادة تصويب مصار العلاقات الدولية مصر تبحث مع باقي دول القرى الأفريقية التدخل وفقا لهذه المواقف المشرفة والمواقف الحادية والوقوف على مسافة واحدة من كافة قوة العالم ودول العالم أن نبحث عن دور فعال في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بما أنتجته من أدماتها خلينا نقول بصورة أوضح أنه في القمة الأولى كانت تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول القرى الأفريقية وروسيا لكن اللي حصل أنه حصل تراجع حصل تراجع في هذه يعني إحنا وصلنا في السنة الأخيرة لما يقرب من 18 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول القرى الأفريقية وروسيا نصيب مصر منهم لوحدها 6 مليار دولار فلكن أنت تخاري تأثير مصر في حجم التبادل التجاري بين القرى الأفريقية وروسيا مصر دولة مهم ورقيز استراتيجي مهم للدولة الروسية في هذا السياق لكن اللي يهمنا هذا التراجع الذي حدث هذا التراجع الذي حدث له مدلولاته العالمية هذا التراجع لا يحدث من فراغ warnet لكن يحدث نتيجة أزمات العالم دائما أبداً لما بنتكلم بنقول للمواطنين المصريين ونقول لباقي الشعوب اللي دول القرى الأفريقية وباقي الشعوب المنطقة انظروا إلى الصورة كالية لا تحاولوا أن تحللوا المشهد وفقاً لمعطيات الأمور الداخلية فقط ولكن من المهم جداً أنه تنظر إلى معطيات الصورة كالية الصورة الكولية أن العالم كله في أزمة والأزمة ستسداد وطأ في الفترة القادمة يمكن من أهم الأمور المطروحة على الأجندة الأمن الغذائي والأمن الغذائي طبعا انسحاب روسيا من اتفاقية البحر الأسود ده أمر بيعكس كما برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤية مهمة جدا لروسيا في هذا السياق شفت كلمة رئيس الروسي فلاديمير بوتين ويقول أنه روسيا ستصدر الحبوب لستة الدول الأفريقية بدون مقابل طيب روسيا تنظر للقرى الأفريقية باعتبارها قرى بكر لم تستكشف بعد بها فرص للتعاون والتنمية الكثيرة خاصة في مجالات الرأي في مجالات الزراعة في مقالات نقل خبرات التكنولوجيا في مجالات نقل خبرات الزراعة الحديثة ولكن يبقى مخاوف أفريقية مشروعة الحقيقة أنه إحلال الدور الفرنسي إحلال دور الاستعمار القديم بقوى اقتصادية مؤثرة قد تكون هي المهيمنة عبر اقتصادية يعني لما نرى هذا التمدد الروسي الصيني فيه داخل القرى الأفريقية الصين هي الشركة الاقتصادية الأكبر للقرى الأفريقية الآن روسيا تحاول أن تجد لها مساحة عبر التأثير العسكري روسيا ترتبط بعلاقات عسكرية واتفاقيات عسكرية مع العديد من الدول الأفريقية ويمكن العديد من الدول الأفريقية ذاهبة إلى هذه القمة بهدف تعزيز هذا التعاون العسكري ونقل الأسلحة الروسية إلى داخل هذه الدول إذن روسيا تحاول أن تجد لها منفزن إلى داخل القرى الأفريقية من خلال هذه القمة إنها مصالح متبدلة خلينا دائما نركز على هذا الأمر ترتبط دول العالم جميعا مع بعضها البعض بمصالح متبدلة هذه المصالح تتباين وفقا لظرف من الآخر ولكن في هذه اللحظة الآنية روسيا لها مصالح أكيدة في التواجد في داخل القرى الأفريقية تستغل كافة الإمكانيات والسوب الممكنة حتى الشعارات المرفوعة الشعارات التنمية والعدالة ينبغي أن تترجم على أرض الواقع بالطبع روسيا وفرت الأمن الغذائي والأمن الحبوب والقمح إلى العديد من دول القرى الأفريقية ومصر كان لها نصيب الأسد في هذه الحصة الموجهة إلى دول القرى الأفريقية لكن في ظل المعوقات الدولية هنا لازم نقف وكلنا نتباحث هل يمكن أن تكون دول القرى الأفريقية مؤسرة أو رقما فاعلا في إعادة تصويب مصار هذه الأزمة يعني أنت بتكلم على أزمة الحبوب أنت بتكلم على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية هل يمكن أن يحدث ذلك إن استغنت هذه الدول عن الهيمنة الغربية فيما يتعلق بها؟ يعني الرئيس بوتين أوضح حصة روسيا وحصة أوكرانيا من تصدير الحبوب وأوضح أن هذه رواية غربية مغلوطة يعني لازم دائما نقف عند السرديات التي تتم ترديدها عبر منصات الإعلامية المختلفة السرديات مهمة جدا الغرب طالما أكد عليها أن روسيا وأوكرانيا عندهم 50% من سلة القمح العالمية لكن لما بيجي رئيس بوتين ويوضح حجم المشاركة الروسية وحجم المشاركة الأوكرانية ويوضح أن التصدير الأوكراني إلى اتجاهه كان فين يعني روسيا تتاجه بتصدير القمح إلى الدول الأكثر احتياجاً الدول الأكثر عاوزة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم منذ جائحة كورونا بيتكلم في نفس الوقت إلى أن هذا الحجم من المساهمة الأوكرانية التي تبلغها 3% تتوجه معظمها إلى دول القرى الأوروبية هذه أرقام ينبغي أن نقف قدام دلالتها ونتفهم أن هذه وجهة نظر لها مدلول في إدارة هذا الملف وأنه لما بيتكلم على أنه انسحب من هذا الاتفاق لأنه عايز يقول أن الأمر لا يرعي العدالة والعدالة الآن مطلب مشروع لكافة دول القرى الأفريقية ويمكن العدالة أمر تتبناه الدولة المصرية الحقيقة أنك أنت بتبقى موجود في ظل هذه الأمور وسط اشتباكات مهمة جدا أنت كنت منذ فترة قليلة في قمة التمويل الدولي في فرنسا فرنسا تتبنى المطالب العادلة للدول القرى الأفريقية في الحصول على تمويل عادل وإعادة هيكلة الديون بتاعتها لكن في نفس الوقت بتصار تساؤلات كبيرة حول أن روسيا هي الدولة التي تدخل لكي تحل محل النفوذ الفرنسي في داخل القرى الأفريقية خاصة في الشريط الأوسط من القرى الأفريقية روسيا متوجدة في القرى الأفريقية في بقاع مباشرة لها قاعدتين عسكريتين في أفريقيا الوسطى وفي شرق أفريقيا لها نفوذ عبر الميليشيات فاجنر المتوجدة في أكتر من قوة بتقديم المهام الأمنية في ليبيا في النيجر في العديد من الدول الأفريقية التي تعاني من أشكالات أهمها السودان فكل دي ملفات لابد أنه يتم النقاش فيها بدقة ومؤكد أن جوالات المفاوضات عبر هذه القمة قد شهدت نقاشا معمقا في هذه القمة أتوقع أنه بيان ختمها يكون قوي فيما يتعلق بكافة هذه الملفات يعني هل هناك تنسيق صيني روسي فيما يتعلق به التداخل في القرى الأفريقية وخصوصا أنت تستعمل لفظ الاستعمار القديم الذي ذكرته يعني أنت بحرك بيتكلم عن حقبت ما بعد الحرب العالمية التانية والموروث الفرنسي أو الموروث الغربي اللي كان في القرى الأفريقية هل تعتقد أنه ممكن يبقى فيه تنسيق صيني روسي ويحل محل هذا التوجود الغربي هل يمكن أن يحصل وقع الأزمة الروسية الأوكرانية أنها ليست مواجهة مباشرة بين روسيا وأوكرانيا ولكنها مواجهة مباشرة بين المعسكر الشرقي الجديد روسيا والصين وبين المعسكر الغربي الخطاب الروسي نفسه في هذه القمة خلي بلحظك هو كان يتكلم مع قادة الأفريقة بوعود طموحة جدا يعني وعود طموحة جدا أنت بتتكلم على أن فلاديمير بوتين قال لك زعماء القرى الأفريقية نحن لسا نخلصين قمة شانغهاي للتعاون نحن راحين على قمة البريكس نحن نأمل في توفير الدعم الكامل لدول القرى الأفريقية نحن نأمل في القمة القادمة لمجموعة العشرين أنه يتم قبول الاتحاد الأفريقي كطرف في هذه المجموعة روسيا تحاول أن تقدم الصورة التي ترغب التي كنت تتكلم عليها العلامة الوطنية علامة وطنية دولية مختلفة علامة وطنية دولية مختلفة لروسيا والصين مختلفة في التعامل مع قضايا القرى قائمة على رفع شعارات التعاون قائمة على رفع الحق العادل في التنمية قائمة على رفع شعارات الحق العادل في مكافحة انهيارات الدول ومن ثم من المهم جدا في هذا السياق أن نحن نتفهم أن الأمر مش بس في امتداد النفوذ الصيني الروسي في داخل القرى الأفريقية ولكن الأمر يرتبط أكتر بالصراع المستمر بين المعسكر الشرقي والغربي على مد النفوذ في أماكن جديدة قديمة خاصة الأماكن البكر اقتصاديا التي لم يتم الاستفادة منها بصورة كبيرة وسخرت كثيرا للتخديم على مصالح الغرب المتقدم وأفقرت كثيرا الجنوب بمعدلات غير مسبوكة والقادة الأفريقية مستعدين لهذا الطرح؟ القادة الأفريقية وفقا للبيانات المطروحة ووفقا لما تم طرحه ووفقا لما تتبنىها الدولة المصرية واللي يمكن أعلن عنه فخامة رئيس عفتاح السيسي في مأدوبة العشاء التي قيمت بالأمس أنت بتتكلم على محاول رئيسي نرغب في التنمية نرغب في الحفاظ على السلم والأمن نرغب في تعزيز فرص البناء والتنمية في المرحلة القادمة باعتبار أن التنمية هي عامل الاستقرار الأول وهي الضامن الرئيسي لتحقيق الأمن في كافة دول العالم نحن نبحث عن تحقيق الأمن الغذائي نحن نبحث عن تحقيق الأمن المناخي تشاهد العالم كله يتعرض لأزمات شديدة في الفترة الأخيرة جراء ارتفاع موجة الحرارة على مستوى العالم هذا خطاب اللي بتتبنىها دول القرى الأفريقية وبتتبنىها من المنطلقة المصري اللي رسم سياسة واضحة للاتحاد الأفريقية في التعامل مع قضايا وإشكاليات العاملة بيقول أنك أنت منفتح على كل ما يمكن أن يحقق مصالح القرى في المستقبل يعني أنت لا تغلق نفسك تجاه أي نوع من أنواع الاقتراب من أي طرف من الأطراف الفاعلة في العلاقات الدولية بمعناها السياسي ومعناها الاقتصادي ومعناها العسكري أنت منفتح على كافة دول العالم الدول الأكثر جدية في التعامل مع إشكاليات هذه القرى وفي تقديم الدعم الحقيقي لمواطني هذه القرى اللي باتوا في احتياج إلى معدلات تنمية سريعة جدا هي الدول التي ستضمن علاقات آمنة ومستقرة مع القرى الأفريقية ما زالت دول القرى الأفريقية تبحث عن علاقات متوازنة مع كافة دول العالم تحقق مصالحها وده أمر مهم جدا تدير به دول القرى الأفريقية علاقتها مع كافة دول العالم نتحدث عن مشاريع روسيا أفريقية بما يتعلق بالطاقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وصف روسيا بالشريك المميز لأفريقيا في مجال تأهيل الكوادر العلمية كل الشراكات بين القرى الأفريقية وروسيا دلالتها إيه؟ خلينا أقول لك كمان ووضيف على اللحظة بتقولي أن المشاركة المصرية يشارك فخامة الرئيس عرفتاح السيسي في هذه القمة باعتباره رئيسا لوكالة الإنمائية الأفريقية نيباد وده أمر لي مجلولية تقولين بتتكلمي على التنمية بتتكلمي على تعليم بتتكلمي على صحة بتتكلمي على استثمار في الطاقة بتتكلمي على استثمار في التعدين وده أمور بتشغل حيث كبير جدا من اهتمام روسيا التعدين يمكن التعدين لأول مرة يطرح كمجل التعاون وينص عليه مباشرة في كلمة للرئيس الروس فلاتيمير بوتين أمر مهم جدا لازم نتوقف قدامه لازم نتفهم أن هناك مصالح مشتركة بين الأطراف المهم فيها الجدية في توفير هذه الاتفاقيات على أرض الواقع كثير من الاتفاقيات وقعت في مراحل سابقة بين القرى الأفريقية والعديد من دول العالم ولكن الجدية التي تتعامل بها روسيا مع هذه الملفات والأوجه المخصصة للتمويلات اللازمة يعني روسيا بتتكلم على تمويلات مخصصة في تكنولوجيا روسيا بتتكلم على تمويلات مخصصة في مجال الزراعة في مجال الراي روسيا بتتكلم على تمويلات موجهة ومخصصة للتعليم ما قبل الجامعة التعليم الابتدائي والإعدادي والسنة والتعليم الفني قبل الوصول إلى التعليم الجامعي بالإضافة إلى أن كنت لو بصيتين دولة زي مصر وتشوفي عدد الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الروسية لا هو مش عدد قليل هناك يعني هناك تأثير حتى ثقافي يمتد عبر التاريخ نظر لتقارب الثقافات وتقارب الثقافات ده كان مدخل مهم جدا في هذه القمة يعني خلي بالحضراتك برضو من زكاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا خطاب الذي يخاطب التحفظ أو الموقف المحافظ التي تتبنىها كثير من الدول الأفريقية تجاه القيم التي يحاولوا أن يفرضوها علينا من الغرب فلاديمير بوتين وهو يتحدث بهذا الخطاب هو يدرك جيدا أن هذا الخطاب سيلقى هوا لدى العديد من الدول القرية الأفريقية التي ترفض هذه القيم المفتاحية بلا حدود التي تحاول أن يفرضها الغرب على المنظومة القيمية الأفريقية لما بنبص الكل ده هذه كلها معاولات مقاومات ومعاولات رئيسية لتحقيق التنمية أهمها ويرتكز عليها بالطبع كما تفضلت حضرارك وأشارتي القضايا التعليمية وروسيا يعني شريك رئيسي في كل مشروعات التعليم في الدول الأفريقية الأكثر احتياجا لمثل هذه البرامج وده أمر بيؤثر بيؤثر كثيرا خلي بالحرك لما بنتكلم على نخب جديدة بتظهر في دول بعينها وبتتحمل أفكار بعينها هذه النخب بتكون تلقية تعليمها أو اشتبكت مع ثقافات بعينها قدرت تملأ عقولها بكم من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في اتجاهتها ومنسمى القدرة على التأثير في الرأي العام داخل شعوبها لما بتكلمي على تدخل مباشر في عاملات التعليم وبتكلمي على تدخل مباشر في المجتمعات إذا أنت تتحدثي عن رؤية روسية مختلفة لقلية التأثير على مستقبل التعاون مع شعوب القرى ومع دول القرى بريد أن هناك تصريح للرئيس الروسي بلاليمير بوتين عن مصر هناك تصريحين في الحقيقة قال أننا أحرزنا تقدما كبيرا في العلاقات بين مصر وروسيا بوتين يقول نحن كروسيا أحرزنا تقدما كبيرا في علاقتنا مع الجانب المصري ويتكلم على أن مصر احتلت جزء كبير من التبادل مع قرى أفريقيا وذكر المنطقة لقصد القرى السويسي تعليقك إعلن كلمت بوتين عن مصر عندما تحدث بوتين عن مصر باعتمر حجر الزاوية في القرى الأفريقي يعني أنت بتتكلم على دولة بتتكلم على 80 عام من العلاقات المصرية الروسية مرت بارتفاعات وانخفاضات لكن الفترة الأميز كانت فترة الرئيس عبد الناصر والفترة الحالية الممتدة في خلال العشر سنوات الأخيرة فروق كثيرة جدا بين فترة التمييز الأولى وفترة التمييز الحالية فترة التمييز الأولى تميزت بمناصرة الاتحاد السوفيتي للتحرر لجهود الدول الأفريقية في الحصول على الاستقلال وجهود الدول العربية أنت بتتكلم الآن عن فترة التمييز تقوم على تحقيق المصالح المشترك لا يغفل في هذا الصياق المكون الشخصي في هذه العلاقة الدبلوماسية الرئاسية ودايما نحن بنؤكد ونرسخ على هذا الأمر هذا التلاقي في التخطيط والتفكير ما بين الرئيس عبد فتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم الترجمته إلى مجموعة من المشروعات التنموية العملاقة خلال السنوات الأخيرة توجد بالاتفاقية الاستراتيجية للتعاون في 2018 إذن أنت بتتحدث عن موقع مميز للدولة المصرية روسيا بتنظر إلى مصر كمفتاح رئيسي للقرى الأفريقية ككل الدول التي تتتعامل مع القرى الأفريقية والمنطقة العربية مصر هي المفتاح الرئيس للدخول للنفاذ والتأثير في داخل هذه الدولة روسيا بتنظر إلى مصر باعتبرها الشريك رئيسي في التجارة أنت من أكبر شركاء روسيا في التجارة الأفريقية روسيا بتنظر إلى مصر باعتبرها دولة استطاعت تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في الفترة السابقة ومن ثم هي دولة مؤهلة كثيرا لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة ويمكن ده تقارير كثيرة أورادت هذا الأمر تقارير لصندوق النقد الدولي وتقارير للبنك الدولي وتقارير لسندوق الاستثمار الدولية بتتحدث عن ترتيب الاقتصاد المصر في الاقتصادات العالمية خلال السنوات القادمة حتى 2075 هذه الأمور لازم نحطها في اعتبارنا ونحن نتحدث عن كيف تنظر لوسيا لمصر روسيا تنظر لمصر باعتبرها شريك روسيا تنظر لمصر باعتبرها مفتاح رئيسي للقرى الأفريقية والمنطقة العربية روسيا تنظر لمصر باعتبرها دولة ذات ثقل في تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم روسيا تنظر لمصر باعتبرها دولة أكثر رشادة في اتخاذ قراراتها ودولة قادرة على النفوذ والتأثير في المجتمع الدولي حققته بفضل سياسة خارجية متوازنة طوال السنوات السابقة الأكثر أهمية أن روسيا لم تفقد الاحترام للدولة المصرية طوال الفترة السابقة على الرغم من ما حاول البعض أن يلعب فيه في هذا الملف من أن مصر لم تؤيد روسيا بالكامل في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ولكن مصر كانت بياناتها وموقفها الشريف هو الدافع الكبير لكافة دول العالم بما فيهم روسيا واللغيات المتحدة الأمريكية وكافة قوى العالم لاحترام موقفها المتوازن الذي تقف فيه على نقطة الحيادة الكامل مع كافة أطراف الصراع في هذه الأزمة وده أمر بيسمح لمصر حتى بأن تدخل ودول القرى الأفريقية في نوع من أنواع التفاوض اللازم للوصول التسويق لهذه الأزمة كل شكرا لك الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجالة السياسة الدولية على قراءتك الوفية أكيد متشرف بوجود حضرتك معنا دائما شكرا سيدرحان كلمنا عن يمكن النسخة الثانية من القمة الرئيسية الأفريقية اللي بتنعقد في مدينة سان فيترزبيرج كل شكرا لك شكرا لك